موسيقى هنبدأ بأول تقرير من محافظة الشرقية افتح يا سمسم موسيقى احنا هنا في محافظة الشرقية تاني اكبر محافظات مصر من حيث التعداد السكاني وعلشان هي محافظة كبيرة بتعدادها هي كمان كبيرة بأزمتها ومشاكلها موسيقى المزلقاني حسينها كفره بحسينها رئيسي والمزلقاني هو خط متغامر المزلقانين دول شغالين بالسلسلة لحد النهاردة طيب انا ما بشوفش مفيش اشارة ضوئية فبالتالي انا بخش بيلحق المزلقاني بتاع عام المزلقاني بيجي قفل بيكون العربية ايه دخلت بالمقدمة بتاعتها على وش المزلقان طبعا المزلقانات لاغوا برا عليها حوادث مفيش كده شبكة طرق في الشرقية اسوأ شبكة على مستوجي مريط مصر عربية يعني من قريس زنكلون ماشي دفع الشهر اللي فات 25 جنيه الشهردة جايب لي 360 جنيه مفيش حد بيشوف الحداد وهي لندا عشان انا برب فيها تماما وهي لندا اقصم بالله لندا اللي في الصفالة في البيت كل مستشفى الزنكلون مفيش فيها ايه تخصص من ايه ده كتر عادي جدا مستشفى خوية عبارة عن ممرضات عادي جدا بيجوا الساعة عشرة ويقمشوا الساعة 11 اللي بتلاقي فيها برشامة السرنجة بتشتريها من برة حط قط بتشتريها من برة لو واحد عنده مغس يقول له ركب مكرباص بروح مستشفى الزازيق العام لا صرف الصح معدول ولا مية معدولة والصرف اللي قابتنا هنا عدمول هنا محدش بيقى محدش بيبص لنا في اي حال اللي بيجي يسجف له ينجح يمشي المية هنا مش نجيفة خالص وبعدين بتبصت لقى انت لو مليت ازازة وسبتها بعدها بيش بي بتلاقي المية رحيتها مش حلوة خالص غير طعمها بقى طبعا وغير الاملاح اللي فيها المشكلة المية في منطقة الاحرار متغيرة خالص وشارع فاروق برضو المية بيكون ساعات احيانا لونها اصفر وطعمها متغير خالص ويهو بسبب امراض فشل كلوي يعني انا واحدة من الناس عندي بيجي لي يردش على الكل على طول بسبب المية دي بسبب الصرف الصحة وسبب اللي حاجات الميتة اللي هي الحمير اللي حاجات اللي بتموت دي بتترمي في المية هتروح فيه الزبال بتحطي بتاع وبعدين المواصير كلها تعبانة مواصير حديد كانت قديمة عن زمان مصدية وحل البلد نعمل فيها ايه دي يعني احنا كنت شواء الحل المية عندنا مدرسة بقى انا عشر سنين بنجر عليها يا سيادة المحافظ فيه فلوس نزلة للمدارس يا ريت تخلينا في الميزانية اللي جاية الارض جاهزة وكل حاجة جاهزة وراء المدرسة جاهز يا ريت سيادتك المحافظة الشرقية ينزل يسلم الارض للأبناء التعليمية لما تبقى المية ملوسة بالصرف الصحي اللي لو مش موجود يبقى متهالك وتلوث بيئي ومخلفات بتترمي في النيل وحوادث مزلقانات كل ده مع مستشفيات غير مجهزة يبقى ده الواقع اللي يستاهل نركز عليه مش بس علشان نعرضه لكن الأهم أننا نسع نعالجه سهاردة برنامج مساء الخير الدكتور سعيد عبد العزيز محافظة الشرقية تولى المسؤولية في المحافظة في 13 أغسطس 2013 يعني تقريبا من 7 شهور ونص حبدأ مع حضرتك تقدر تاخد قرار في موضوع المدرسة لا في كله حضرتك لا يعني أول حاجة المدرسة حبدأ برنامج السؤال أول بوجه التحية لهذا التخرير القيام حقيقة اللي غطى جزء كبير جدا من المشاكل أول حاجة ده بالعجل بس مش هتخدني في دوكة أنا ماسك نقطة نقطة زي من تعالج مش معيشة لما تجهب لعجل لا طلع لي قرار دلوقتي على المدرسة لا حضرتك ده أنا بقول كده بقول لأهلنا في الشرقية أنا عند دلوقتي حوالي 107 خطعة أرض خطوم خلاص بعمل خرار التخصيص بتاعهم بنين هي حيتبانوا بذل لا دخلوا في الخط أي واحد عنده أراضي متاحة مدارس بقول له أو تاني يتم إبلاغي فورا وأنا كلفت رؤساء المدن بالكامل ما عنديش فيها أي مشكلة لأن أنا جاي فندي من الاتحاد الأوروب جاي اللي مع عمد صبح الإمارات دعم من هنا ومن هنا ومن هنا فبالتأكيد أي أرض حتكون متاحة حتدخل مع خطة الابنية السيد محافظة الشرقية بيقول لأهالي محافظة الشرقية بالكامل أي حد عنده قطعة أرض عايز يبني عليها مدرسة يطلع على السيد المحافظ ويقول له قد قطعة الأرض هنا وهو متوفر عنده التمويل ما عندناش مشكلة في التمويل عادي خلصت المدرسة مياه الشرب مش نظيفة فيما يتعلق ده حددك بقى قضية مياه الشرب وقضية الصرف الصحي ده مشكلة أبدية في محافظة الشرقية تحديدا أنا حديك حديك رخم فاخد لغير أنا عندي من أربح تلاف نجع في محافظة الشرقية دخل أربعة شرق نجع صرف الصحي عندي من خمسمائة قرية دخل للتلاتة وستين قرية صرف الصحي أول الوضع لأن أربعة تلاف أربعتاشر من أسرف الصحي دخل أربعتاشر قرية من أربعتاشر أربعتاشر نجع دخل من أربعتاشر فقط صرف الصحي من خمسمائة قرية دخل تلاتة وستين قرية صرف الصحي أنا أحنا بنطمن الصرف الصحي قضية يدي الكرامة الإنسانية الحقيقية ودي فعلا لابد أن نهتم بيها و Commissioner을�ת에 وأنه احنا متفقن عليه الفعلي الفعلي بقى حدودك الآن احنا بدأنا بفتح محطة الصرف الصحي في بلبيس بس لا تغطي الاحتياجات الحد الأدنى مش في التك ايه؟ اعتماد من الحكومة؟ لا اعتمادها كثير مهما تكون محطة الصرف الصحي عشان يتم انشاءها محتاجة على الأقل ثلاث سنوات ثلاث سنوات عشان تعمل وتدخل الخدمة فمش بتتحل في يوم وليلة احنا حضرتك دلوقتي بنعمل مسكنات بنواجه بها المشكلة ولكن حطين خطة بالعكس انا بوفر موارد اضافية لموارد الدولة عند امل في خلال خمس سنوات احل سبعين في المية من مشكلة الصرف الصحي اللي هم بيتكلموا في الزنكلون لان الصرف الصحي بطمنهم على فكرة جبنا خمسين مليون جنيه لدعم محطة الصرف الصحي والمياه في الزقزي لان كانت المحطة تقادمت ومحتاجة توسع مستشفى الزنكلون مش محتاجة حاجة لا مستشفى الاقادية ما فيهاش اي مواد طبية ده قرر منك وزيارة ميدانية زيارة ميدانية قطاع الصحة بنعيد تشكيله بالكامل لان زيارات قطاع الصحة بالذات انا مهتم بيه وبنعيد تأسيسه بالكامل يعني شوف بقى النقطة حضرتك كل المشاكل التي خيلت ولا مشكلة فيها يقدع امر مباشر لمحافظ ينفسه انا بقول هذا الكلام والسادة المحافظين يعني لو اي حضرتك احنا حضرتك بالزبط في الزل الوضع الحالي نحن منسقين اكثر مننا تنفيذيين اي قرار الصرف الصحي بروح الهيط الصرف الصحي شركة المياه بروح لشركة المياه الكهرباء سيد محافظ الشركة بيقول ان المحافظ للأسف ياده مغلولة هو مجرد سلطة تنصيقية من السلطة اداة تنصيقية محددك صرف الصحي لازم يروح لهاية صرف الصحي محددك كهرباء ولا انا بدي اعتماد ولا اقدرات فعمل حضرتك انا بجيبت كل الاعتماد من هناك انا بقول مع الاخوة الزمالية موجودين كلهم انا عايز اقول حاجة ما حضرتك بتقعد مع رئيس الوزراء على تربيزة ما بتروحش دليه لا يا فندم بص رئيس الوزراء كان متخصص في هذا المجال ويعلامه تماما واجمل حاجة في الحكومة ده حضرتك ان احنا بنشتغل كايه كفريق عمل وليس يعني لا ليه ما بتعرضش على انت عملت اجتماع محافظين كتير يا فندم كتير انا مش اجتماع انا بالتليفونات يومية طيب ما بتقولوش انا عايز اعتمادات لكذا وكذا يا فندم الاعتمادات اللي حضرتك شفت محتاج 6 مليار عشان اوصل 6 مليار جنيه محافظة الشرقية فقط عشان اوصل للستين سبعين بالمئة ما بتبدأش 6 مليار حطين يا فندم بالخطة ده انا بقول لحضرتك انا عندي كمان في جزء من الموارد حضبها لموارد الدولة عشان اعجل بالخطة دي موجودة اعتقد دي مشكلة عامة في كل المحافظات جواب لي على شبكة الطرق شبكة الطرق الحمد لله الحال الجميع انا كنت اقول لهم زمان اول ما ادخل الشرق لايك العربات التنطر اسوأ شبكة الطرق موجودة احنا بدأنا بالفعل دلوقتي حضرتك شغال على الات وعتقدت ومعلمه تماما اهل الشرقية بدأت دلوقتي من 10 رمضان رمصيس عباسة دخلت على ابو حمد الزازي ده طريق رئيسي دخلنا للطريق التاني بالبيس دخلنا بالبيس الزازي شغالين فيه دخلنا من يالامحة الزازي شغالين فيه برضو مت كل الطرقة برئيسية دلوقتي شغالين فيه والحمد لله زي ما قال دلوقتي معالي الوزيد نحن جلنا فاند شوية في عملية الطريقة اشتركوا في القناة